سبعة الخير او مساء الخير حسب الوقت اللي شوفني فيه موجود برج الدلو ندخل على طول في العلاقة معاطفية المزيزة والقراءة معاطفية انا مش شايف ان العلاقة دي فيها استقرار او مسلا اه اذا وجعتني فمشيت لان انت شايفه خلي بالك انت شايفه ان هو موجوع على فكرة عشان كده هو بيتشاف ممكن تكون انت برج الدلو وممكن تكون عكسية انت اللي نهيت العلاقة ومشيت ووجعت قلب الطرف التاني ممكن تكون عكسية يعني الطرف التاني هو اللي وجع قلب برج الدلو مش هو اللي وجع برج الدلو بالعمل كده وقدت له الطعامات ومشيت وزيته فانت شايف ان انت شايف ان انت وجعت قلبه وشايف ان انت ازيته وهو شايف ان انت بديت صدارك ومشيت وسبت ونعيت وقرصت على مشاعرك ويلا بقى مع السلم عشان كده هو بعد اللي حصله لانه هو موجود على الفكرة انت عارف انه قلبه موجودة سواء بقى حصل بقى منكم بس انت عارف ان قلبه موجودة لانه هو بيتشافى بيتشافى مما حصل ده فهو شايفك ان انت مشيت واخترت طريق تاني سبته هو ومسكت بحاجة تانية ممكن يكون اختلطته على شغل مسلا يعني مسلا انت مسلا قالك لأ ما تشتغليش يانا الشغل مسلا او هتون متجاوزين او مخطوبين او اي حاجة فانت اخترت الطريق ده وهو هتون لأ سلامة بقى او نهاية العلاقة لازباب تانية مش حاسس مسلا او محستوش فاقول للموقات هنشيت طيب فيه ايه الخطوة اللي هو نوي اخدها اه جرجة دلو الطرف اللي معاك نوي انه هو يبقى غامض نوي ان الخبي ما تبقى من مشاعر هو هو تشافى ايه هو تشافى من مشاعر مشاعر عموما السيئة بس لو فيه مشاعر تانية حب هو نوي خبيها لان انت عايز تقدمه صالح عشان كده بقولك لو انت اللي نهيت العلاقة ورايح تصالح اهو انت عايز تتجوزه وعايز تقدمه عرض على فكرة انت عايز تقدمه عرض اكي وانت كبار جدال وعايز تقدمه انك تكون القراءة عكسية يعني الطرف التاني واللي عايز يقدم العرض وعايز يتجوزك وراح يقدم عرض وانت بقى اللي هتقافل على مشاعرك اهو عن الغموض قاتل على مشاعرك وعن الغموض ونخب المشاعرك فالطرف ده نخب مشاعرك ونوي خب المشاعرك لو انت جيت له تاني او هو جهلك بقى تاني لو قراءة عكسية فانت نوي تخب مشاعرك او هو بقى اللي نوي خب ايه مشاعرك لان انت نوي تتديله عرضه انت ناوي ماسك هو عرضه وهو مساء الخير انا جاي اقدم عرض ايه عرضك يا برج الدلو انا عايز اتجاز انا عايز الاستقرار انا عايز اكامل حيتي معك او الطرف التاني هو اللي وضع قلبك خلك بالشكل ده وما تقلقش يفكر يجي اللي هو عب خطوتي طب هو شايف العلاقة ازاي شايف العلاقة ان العلاقة دي عليقه العلاقة بيها ايه كثير من غدور علاقة مشية تا 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 بمعنى بحطو توصل لها بالعدابه الم Vill padding زي ما بيقولوا كده العلاقة حصل فيها بوجود فحصل انفسار وهو شايف ان العلاقة بطيئة وعلاقة معزولة خارج يعني انها بتطول مثلا تكمل معانا وقالها حتى بتديه في حاجة غلط عشان كده لما انتو فانتو واجعتو قلبه بعض من الاخر انت عارف ان انت واجعتو سواء بقى هو بقى اللي مشه سابق هو انت اللي بديته ظهرك ومشيت من العلاقة وهو حاسس ان العلاقة وقفة او كانت وقفة العلاقة دي كانت وقفة وهو شايف ان العلاقة وقفة وفعوزلة ومفيش حد فيكو بيتحرق مفيش حد حدش بيجي محدش بيروح حدش فيكو بيتحرق يعني لما احنا الاتنين ما سيناحشين بعض بنا نتكلمش بعض ليه ما نعرفش شايف ان العلاقة ممكن تكون محتاجة تفكير ازياد يعني لو انتو هترجعوا مع بعض الدين ويتقدم عرضي فعلا وهو محتاجي لا محتاج يفكر لقد انت شايف بص بقى طبعا الكرتين شبه بعض انت شايف ان هو التوقم يعني شايف ان هو شبهك وان هو ده شخص اللي انا خلاص هستقري معا هو ده انا خلاص لقيته خلاص ما هتحولش انت هشايف ان هي عزلة وهتخبي مشاعرك عني انا هبحبك برده وهجي لك وهقدم عرضي ولو راجل يشهد هجي لان انت 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 الشخص اللي انا هبني مع المستفاد انا هقدم لك العرض وخلاص انا شخص باية فعلى رجل هو ولا جايلك عن الحسن ولا بك انا مش خايف من الحاجة ولا لابس لك خوزة ولا انا مش خايف انت كبرجة لو انت اللي بتقدم العرض فانت مش خايف من العرض لو عرضه مصلحة فانت مش خايف انا غلطت في حقك او بي صلح اللي حصلها فانا باي نهيت بس انا جاي صلح فانتش خايف وشايف ان هو الشخص الجميل اللزوز بتاعك المصيحة بتاعتك بتقولك اشتغل على علاقة يا كل جدا كمل واشتغل بص مما تشتغل اتطلع عروض اتطلع عروض اشتغل على علاقة اشتغل على اللقاء حتى لو هو بيان لك ان هو مثلا ايلا مش راجع او انا مش هرجع ايلا انا حرة مثلا boole بالبينة قولك انا حرك ولو اني بنت مش غير مشخدم علاقةener نفسه ان ي going to have a واشتغل تقيب الفقر 눈اءوالنين ولو انت فيبينة ناحية برجة دلو عموما في البنات بالتحديد ما برضو جريء اشتغلي على العلاقة تستحق. هو بيحبك هالفكرة. بس هو بيتشافى بس من اللي خسرته. نجد تكون بتعامل زي ما قلنا برج خوت برج عقرب برج كوس برج عزراء اسد وبرج ترابي والعقرب ظهر برضو مجلدين اهو. برج مائي زي ما قلناه ومصيحة بعدك اشتغل على العلاقة. لان العقدي تستحق. وقلنا ممكن تبقى عكسية. طيب في امل شاء الله يعني. طيب الناس اللي متعدين عن بعض. ايوما مثلا سنة. اه موقع سنة طيب مش مشكلة. بس مش عشر سنة يعني. اكون اتجاوز وخبفه. مش هعالو ايه حاليا. وانيته. ايته يجي انيته يفضل في مكانه وانيته يفضل يعاند. حتى لو برجع يتغانق. يعني معانا مش مشكلات. اتجاوز وانيته يبقى ايه مصبوط. طبعا ما هسحب طبعا من نصف. اه مش عارو ايه حاليا. ونبي عليه. اه هو حاليا اه حاسس ان انتو اه انتو وحشينو على فكرة جدا. بيفكر وبيفتكر الزكريات اللي فاتت كلها عموما. اه جات. اه. اه. بيفكر يدع فعلا. وبيفكر يدي للعلاقة دي فرصة تانية. يعني بيقول اه احنا هنا اه. بس انا حاسس ان انتو اه تستحق الفرصة التانية دي. اعتقد بقى الكات التانية هو لا يبضح لي. وعايز يعمل ايه بالزلط. كل كروت بتوضع اه. عشان اوصها للكارت الاخير ده. نييته ايه بقى? عايز يرجع عمونا عايز يعمل ايه? هو اه شخص بيفكر كويس قوي قبل ما يتخذ القرار بتاوي. يعني مش من نوع اللي هو مثلا اه الشخص ده وحشني قوي. طب ان هفتح اه عارفها سمعت التليفون. قالوا اه 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 سيدي وصالك بقى او لا 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 بقى. فكر كويس قوي. اعتقد انه برج هوائي ممكن او مائي. او برج الحمل طبعا. برج الحمل طبعا برضو مدافع او بس اه بخطط لحاجة. هو حاسس وشاعر ان انتو اه الحرب اللي ما بينكو او عموما الفراء اللي حصلنا بينكو ده كانت علاقة خسرانة. مش علاقة صوري الفراء ده فراء خسرانة. يعني ما استفدناش احنا الاتنين حاجة. اه موقت الفراء. اه كل واحد رفع سكة. واحنا الاتنين مستفدناش حاجة بالفراء ده. وهو بيفكر ياخد قرار. ياخد قرار. وهو اخدوا بالكو برضو كمان بيفكر في ايه بقى برضو خلي بالكو. اه بيقول بقى فعال بقى يعني بوقت كده مع نفسه يقول ايه? قولي. اه يا وقت الفراء ده. اه اه هو جمد مشاعر. وعلى شخص ما يجي يمشي. بيجمد مشاعر. استفدت انا ايه? انا خسرهم. لان هو بصه لما انا مشيت وجمدت مشاعري في شخص ايه? دلوش الخشب. لما انا مشيت وما جمدت مشاعري على الشخص التاني. فلقى اتخسرهم في الاخر. انا افتكرت ان انا كذبان او ان انا انتصرت وانا ما انتصرتش. هو اكتشف كده. لو انتم بسببكم بدون سبب او رحل من العلاقة بدون سبب انظار. فهو اكتشف دلوقتي ان هو الخطوة اللي عملنا دي كانت خطوة خطوة. اه ان اكتشف انه خسرهم. اه بيفكر ان هو بيفكر ان هو يرجع تاني. انبزت معاكم في العلاقة دي تاني. هيراجع لعلاقة تاني ولا اه بطرس هيراجع. بفكر يرجع فعلا. بس بيخطط الموضوع ده اوي. اه الشخص ده لو بركة حمل فقرمته يعني رقم واحد. وبرجة هو ايه بقى وبرجة مقه اهو. اه هيقدم عرض. عايز يجي اقدم عرض عايز يرجع تاني. هو اكتشف خلاص. هيراجع يعني هو قعد مع نفسه تده قال الله يعني الشخص دي شباية. وانا حبيته حبينا. والعلاقة بيننا كانت علاقة جميلة جدا. في اما ديها فرصة في انا. ما ارجع دي بس بقى هرجع بطريقة مبادش ان انا ايه اا ان انا ارجع مثلا كده لا. انا هرجع بطريقة اا جمدة شوي هبقى هيداني ان هو ايه في المشاعر وعلى فترة. تمام? وطبعا هو قعد مع نفسه طبعا وحس ان هو خسرات. وحس ان هو خسر خالص لما بعد ومشي. حس ان هو خسرات. وخسر خسركو. يعني الف نفسه انا استفادت ايه? انا اراجي خسرت خلاص. ما استفدناش حاجة. انا هرجع تاني. انا بفكر ارجع تاني. فكر ارجع تاني. انا لقى دي كانت حلوة. وهرجع اديها فرصة تاني. ورب تقبل بقى. رب رجل بتاع البن بس بوسة يرجع رجحة تحيلة. يبالي رجحة تاني. برج الحمل برج الدفاعي اصلا. وانتم بتتعامل مع شخص برج حمل. هبياخد الكرارات سريعة انجل بنا. بعدين اجي قول نفس الكلام. انا اقول ايه اللي خليني اعمل واعمل اصلا. قعد. الوزاب او الشخص. الناس اللي خلاص تأكيد ان الشخص التاني مش رجع في كل الطرق والوسائل. اتجاوز بقى خطط. هالفي شخص. هيجي مسلا او حب قادم اعجاب اي حاجة. ههو كتير قوي. كتير قوي. هل لكم تبعد تأسينا. تانيها كده. اخد برضو كارترنس. طبعا. الشخص معلوبة لا. الحمد لله. طبعا. الشخص القادم. و شعره ايه. وعايز ياخد ايه. من ممى يعني اموما. عايز يامل ايه. ايش معقولة يا جماعة قروط برضي الجوزاء. اه. اه. اتقد ان ايه شخص قديم. طبعا اللي ما اقول شخص قديم برضو في الكروت دي يبقى ممكن يكون سيناريو رابع. حد بقى اللي انطبق عليه القرار الاولانية. ولا التانية. جاي بقى انطبق عليه دي. او ممكن حد مليناك يعني. على حسب ما تسمع يعني. اه. طبعا. اه. بلوك. حد اه. يانتوا اللي قفلته منه. اللي هو اللي قفل. حاجة من الاتنين. اه. 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 عموما الشخص قادم هو مقفول حاليا يعني. شخصة اللي انتوا قفلين عليه دامد قوي. قفلته عليه من الاخر. خلاص. ويتربطون حياتكو. او هو اللي عمل كده طبعا. اه. اوكي. فشخص ده شخص يعني. اه. ما بين خيارين برضو ممكن يكون كان فيه اتنين اه. بالنسباله. اختار كنتو. وجاي في طريقه. جاي لي كنتو. ممكن تكونوا كنتو مسلا متعرفين على حد. اعجاب مسلا. في عوقات اعجاب بتبقى علاقات مقساوية. بتوصل لمرحلة مش لطيفة يعني. اه. وانتوا قفلتم الموضوع لما لقيتوا انه هو بيتسن مسلا. او مش عارف يختار. اعجبتم فيه طرف تاني معاكو. هو بيختار مع منكو. خلاص. هو مكان شعري بيختار. اه. احنا قلنا ايه? قلنا ان مشاعر المشاعر احنا بيجعته اعتقد ان هو كان اه اه راحل عنكم. اعتقد ان هي برضو حد قديم راحل عنكم. وانتم الموضوع اتقفل ما بينكم. ومشاعر ان هو عايز يرجع تاني الموضوع. يرجع تاني. فيه مشاعر. عشان كده هو يرجع تاني يسير الامور تاني زي ما كانت. ده شخص قفل. هو عايز يفتح القفلة دي. ويرجع تاني. ده شخص يماشي في مية لكن يماشي بهدوء جدا. عايز يشيل العواقق اللي كانت في العلاقة لو كانت علاقة فيها عواقق. لو كان محتار ما بيني اتنين فهو رمت تاني وهيه الكنتوبة. راجع تاني يرجع العلاقة مرة تانية لو كانت في اتنين بيختار ما بينيه. نوي على ايه هو مش نوي على شهر يعني. اعتقد ان هو اه لو انتم عمل لكم الحركة دي. يعني خلكوا تتقفلوا من العلاقة كلها. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة